مجزء لأهم وآخر الأنباء أهلا بكم أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة تفعيل وزارة الإدارة المحلية والقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في تنسيق العمل مع السلطات المحلية وتعزيز أدائها وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة الموقعة التعادة اجتماعا بقيادة وزارة الإدارة المحلية على الدور الهام والمحوري لوزارة الإدارة المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تسبب بها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وناقش الاجتماع برنامج الوزراء ضمن خطة مجلس الوزراء للعام الجاري وأليات تحقيق أهداف الوزراء ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة والإجراءات والخطط اللازمة لتنفيذها وقال الرئيس الوزراء هذا العام هو عام التعافي وإيقاف التداهور الاقتصادي وضبط سعر العملة والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات نفذت مقاتلة التحالف العربي أكثر من عشرين غارة على تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية في مدرية صروح غرب محافظة مأرب وقالت مصادر ميدانية أن 11 غارة استهدفت تعزيزات حوثية في مدرية صروح غرب محافظة مأرب وأكدت المصادر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف عناصر الميليشيات الحوثية بعد تدمير مقاتلة التحالف لأكثر من ثمان عربات عسكرية والتي كانت تقلهم في مدرية صروح وبحسب المصادر فإن مقاتلة التحالف العربي نفذت غارتان على مدرية مدغل في محافظة مأرب وسبع غارات أخرى على مواقع الميليشيات الحوثية في مدريتي الظاهر ورازح بمحافظة صنع لقي ما لا يقل عن ثلاثين عنصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرون من إيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري لمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش والمقاومة سحقوا مجامع حوثية حاولت الهجوم على مواقع عسكرية في جبهة المشجح مؤكدا مصرع ما لا يقل عن ثلاثين حوثيا وعدد من الجرحى في ملاذة من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت مصادر نيران في ذات الجبهة وتمكنت من إخمادها ودمرت مخزن أسلحة في محيط الجبهة حررت القوات المشتركة عددا من المواقع العسكرية بمحافظة الضالع وكبدت الميليشيات الحوثية قتل وجرح في عملية عسكرية نوعية في مواقع بقطاع جبهة بتار شمال الضالع وحررت وحدات القوات المشتركة مواقع القادرية والحبيل من سيطرة عناصر الميليشيات المدعومة من إيران في هجوم مباغة على التمركزات الحوثية وأكدت مصادر ميدانية وقوع اشتباكات عنيفة خلال المعركة موضحة أن مباغة التعناصر الميليشيات الإرهابية ساهم في حسم المعركة سريعا انتزع مشروع مركز الملك سلمان للغاثة والعمال الإنسانية مسامل تطهير الألغام 1422 لغما خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الحالي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات وأوضح المركز الألغام التي انتزعها وتوزعت ما بين ثمانية ألغام مضادة للأفراد وأربعمائة وسبعة ألغام مضادة للدبابات وألف وثلاثة عشر ذخيرة غير متفجرة وأربع عبوات ناسفة مشيرا إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن مائتين وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعين لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء وصلنا إلى نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله